ماشي نمرين منهم كانوا ناينين كده على نفسهم تحس ان هم مش هجمين علي والنمرت الثالث علو؟ ايو معاك يا ريهام كميلي والنمرت الثالث كنت عملا ما كانش كبير قوي يعني كان وفق ماشي كنت عملا اكله في مرب التين اما المربة قربت تخلص ابتدى عايز يهجن علي جات اختي جات اختي وهي اللي تصدت له ماشي ودخرجته برا البلاكونة فدخلته البلاكونة وقالت لي هاتي سكينة انا قدتها سكينة وقلت بس وهي بقى اتصرفت وقلت خرجت من البلاكونة وقالت لي خلاص وليلي هي اختك عايزك تنفاصلي اختي ايه؟ عايزك تنفاصلي مشجعك على الانفصال هي مش مشجعني بس ازعلان علي اه ما هي ازعلان علي بصي هقولك اولا ان امور دي هو كده المناب خلص ولا لسه؟ لا لسه بلسه اما قالت لي خلاص ماشي وطلعنا فوق دائرة او كبل ر assez عربية انا ماشينا على دائرة او الكبري انا الا اناك في الطاقة عربية بيضة بتقع من فوق الكبري او من فوق الدائري يعني العربية اللي انا كنت رجبها فضلت ماشي جنبها بس الحمد لله ما عربية لنا فيها محصل لهاش حاجة ونزلنا من على الدائري او من على الكبري او منش فكرة كبري او دائري بس كت حتى فضيعة مش يعني كت حتى جامدة ونزلنا احنا انا وعيالي وامني من على الدائري ده وخلاص لقيت نفسي بعد كده الوحدي جايب معي كاويتش عربية نقل كاويتش عربية نقل واكني في حتة زينا كنت في بلد او مثل فلاحين او حاجة زي كده وبحاول ابيع الكاويتش ده كان ساعتها الدنيا ابتدتو الشرق يعني ببقى فيه شروق كده وكان فيه واحد كان واحد معي يعني بيساعدني ان انا ابيع الكاويتش بتاعها العربية ده اسمه محمد بس والحلم خلف على كده اه حاجة تانية ريهاب اه اه طب بسرعة عشان بس معنا تليفونات ووقتنا النهاردة اصير كملي بسرعة انا انا كنت بقرة صورت البقرة وعملت استخارة واقولت يا رب وريني الخير فين انا انا خلاص يعني خلاص حلمت بحاجة بقى مش عارفة ده هيوقات دي ولا ايه حلمت ان انا ماشية في جنينة الجنينة دي ما كانتش حلوة قوي يعني كانت عادية مش اللي هي فضيعة يعني حلوة ولقيت فيها واحد قاعد ومعاست كبيرة وما بينهم زي ما يكون بصرايا متأشرة جوعة طعمية مستوية وكانوا عمالين يكلموا بعض الرجل ده كان زعلان بس مش عارفة فيه ايه وهم كانوا بيتكلموا مع بعض ونسبتهم وعدت من عليهم هم كانوا قاعدين في الجنينة دي على الترويسات بتاعت الجنين دي مهم مشيت عادت من عليهم ومشيت وبعدين وصلت اكن بجمشة في طريق وفيه فوقيكي مظلة كده بالطوب اكن لها مقوسة عديت المظلة دي وبعدين لقيت بيت كبير قوي شكله حلو قوي مش بيت الواحد عارفة البيوت لزقف بعضها بس البيت موجود يعني البيت ارجعي خطوة مبني البيت اللي وراه بس البيوت كلها ملزوقة بعض وحاسة من جواي ان انا هخش البيت ده وان البيت ده بطاع الراجل ان انا شفته في الجنينة ايوه طيب حاجة تاني عارفة لا شكرا بس حياتي كلها واقفة عن لنته هتقولوه بان انا خلاص جبت اخري انا مش عارفة اكمل معاه ده ولا خلاص كده ولا ايه حالا دكتور انت رأي اهلك ايه رهام انا رايي انا ما بقيتش عارفة انا بقيتش عارفة انا بقيتش عارفة بس يا رهام رهام التلات نمور دول انت قلت فيه اتنين في الاول نايمين دول طلقتين اه ده ده المربة التين اما الربة التين المرادي موضوع انت بتأكلين مربة التين والكلام ده انت بتحول تعافل ان انت تعيش بس خلصت المربة خلصت في المنام اه اه خلصت المنام واضح مش عارفة اقول هارك بصي اه 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 اقولي لي يا حيني اقولي لي بس انا عايزة انا حاسة يعني انا 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 فيه كده حلو ولا انا انا اخلط منه ده هيبقى احسن حياتي وعشتي هزيبقى احسن اه بصي هي في الاول في الاول يعني لو انفصلت دلوقتي في الاول هيبقى فيه قرب هتمر بلة قدر الله ربنا يعافيك بس بعد كده الدنيا تثبت جدا معك لأن في حادثة أنت شفتيها والحادثة هنا ديت مشكلة كبيرة قوي فأنا عايزة تخرجي صدقة برضو فهي كانت مشكلة بس عشان تخذت الكويتش الكويتش دوت وهت بعيد خلاص هي ديت الحياة الأديمة تفاهمها؟ يعني أنا أقفح علشان كده أنا عايزة يبصي هو المنام زي ما أنا قلتلك الطلقات واضحة في المنام واضحة جدا خلاص بس أنا بأرضو ما أقدرش أن أنا أقول لك حاجة عشان أنا شايفة أن أنت هتمرجي بظروف صعبة آآ من بعدها راحة واضحة قوي بس فيه ظروف صعبة أنت هتمرجي بها بعد الانفصال فربنا يا عافيكي مناح فأنا مش عايزة أقولها لك قوي إلا إيه ممتك هو اللي هيضريني أصلنا خايفة منه هو اللي هيضريني آآ هو اللي هيحاول يعمل فيها حاجة آآ 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 فيها آآ فيها بصراحة ريهام عايزة أقول لك حاجة مهما نشوفوا حاجة في المنام مش كويسة بمجرد أنت بتطلعي صدقة وبتصالي رقعتين الدعاء بيرفع البلاء والصلاة أنا متضايق بس يا عاماتي ممكن دي علامات هقول لك حاجة ممكن دي علامات أنت عشان تتجهل إيه بس بمجرد حتى لو في حاجة وحشة ورموزها واضحة ودكتور ماليك لأنها ما بتحبش تقول الرموز المش كويسة بمجرد مهما كان الصدقة والصلاة بترفع ده و بتقلله أنت فاهمة وممكن تكون حاجة إن شاء الله يكون اللي جاي لك أحسن بكتير وده اللي بتقوله الدكتور أه فأنا علشان تدعي زكي تشوري أهلك اللهم هم أهلي هم أهلي شايفين إن ما حدش عاجبوا الوضع تمام يعني خلاص ممتك ممتك والدتك يا ريهام والدتك إيه لأن الأم تبقى بسي ماما الأم ماما أختك قالولك كملي كملي قالولك بلاش بلاش بسي أنا قلت لك الرؤية موضحة رموز إيه بس أنا الرؤية التانية إيه الرؤية التانية دي إيه ماما دي هاتهي أهلي أهلي لا هو بسي وموضوع البصل والطعمية التي بتقولها عليهم دولة اختلاط اختلاط والطعمية على فكرة تقول رمزها طيب أوي لكن ما تكون هي جوه البصل صح هو ده إنتي إنتي جوه مشكلة عمالة عمالة سيطر عليك هي دي إنتي وجوه مشكلة عمالة سيطر عليك جامد أوي 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 فأنا عايزاكي زي ما قلتلك معلش هتستخيري تاني معلش استخيري تاني زي ما دينا ما قالت خرجي صدقة تمام وشوف الدنيا تبقى ماشية ازاي ممكن تكون القرب اللي في الرؤية دي الصدقة فعلا ترفعه وده كلام فعلا 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 مؤكد عميلي كده أنا زعلت بس الموضوع الحادث اللي في الرؤية فخفت عليك لكن أنا شايفة إنه العيشة مش طيبة آآ آآ فربنا يربي ناجيكي ويعافيكي يا رب ويا رب يربي ينورلك بصيرتك اللي ليكي خير فيه بحق الإله إلا الله ريهام ادعي كتير تباصلت أستغياء طيب آآ اادي كده خلصنا ريهام آآ أ Stadt أنا معك قمت لي فضالي أقولي أم مبارس فدالي قولي أم مبارس موسيقى